قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه سيناقش مقترح خطة سلام يقدمها الرئيس الأوكراني فولوديمر زيلنسكي وقال بايدن لدى ترحيبه بزيلنسكي في البيت الأبيض إنه يتعين على الولايات المتحدة أن تعزز موقف أوكرانيا في ميدان المعركة وإن بلاده تقف بجانب كييف الآن ومستقبلا وكشف الرئيس الأمريكي عن مساعدة جديدة لكييف بقيمة ثمانية مليارات دولار تتضمن أول شحنة من قنابل مواجهة متوسطة المدى تصل إلى 130 كم